اشتركوا في القناة البوستات على التعونتاتنا الشخصية الكومنتات حتى الترند اللي احنا عملناه في وقت متأخر فجأة نكتشف ان احنا رقم واحد ترندنج على مستوى مصر مدينين بالفضل الجمهور النادي الاهلي مدينين للناس اللي داخل منظومة النادي الاهلي مؤمنة ان منظومة النادي الاهلي تستحق صناعة كوادرها الاعلامية بفتكر كابتن محمود الخطيب لما وقف وقال للناس الف شكر منقول لكم الف شكر ما فيش حاجة توفي اللي انتو بتعملوه معنا وان شاء الله نكون على قدر المسؤولية ان شاء الله يا فارس نرحب بيكم مرة تانية يمكن اكيد لما حد بيكون ظهوره على شاشة قناة النادي الاهلي وبتحمل شعار النادي الاهلي بالتأكيد بالتأكيد ده شيء بيكون مهم جدا الاصعب ان انت تغيب عن الشاشة دي لفترة لكن يمكن غيابنا الفترة دي حسسنا بنعمة بجد فعلا كنا ممكن ما ناخدش بالنا منها جدا ويا حب الناس ودعم الناس لينا طوال فترة الغياب دي وثقة الناس ان احنا بنقدم محتوى يليك بشاشة النادي الاهلي والمسؤولين عن القناة والمسؤولين عن النادي الاهلي ويليك في المقام الاول بجماهير النادي الاهلي فكل الشكر لحضراتكم ودي مسؤولية كبيرة بنتحملها بالتأكيد انا وفارس وكل فريق العمل اننا دايما نكون عند حص نظرنا حضراتكم ونكون بنقدم دايما المحتوى اللي يليك بالمكان اللي احنا فيه ده قناة النادي الاهلي وطبعا اي حاجة بتحمل شعار النادي الاهلي لازم تبزل كل الجهد عشان تكون على قدرها يارب دايما نكون عند حصن حضراتكم الاهلي نعمة يا احمد وفي ناس كتير مش عارفة ده الاهلي نعمة كبيرة جدا لازم تحافظ عليها رسالة لكل حد بينتمل النادي الاهلي نروح بقى لبداية فقراتنا راجعن لكم بشكل مختلف شوية معنا اول الفقرات بعين تانية دايما الاحداث اللي قدامنا على الساحة حنحاول نشوفها بشكل مختلف بعين تانية مش شرط تكون عين نحنا بس بعين تانية حتى ممكن تكون عين طرف تاني شاف الامور بشكل غير اي حد وده اللي عمله كابتن مجدي عبدالغني اللي مع التعاقد مع بيتسو مسماني المدرب اللي كان التعاقد معاه له اسباب محددة ووضحة ان شاء الله يكون اهلن لها كابتن مجدي عبدالغني فاجأ الجميع برأي مختلف خالص قبل ما الراجل يشتغل بمقدمات غريبة وباحكام مسبقة لازم نقف عندها بعين تانية نطلع ونشوف الفيديو التدريب بخت خبالك يعني انت عايز تقول ان مسماني متقدم على مدربي شمال افريقيا ما كانش حدث ده لسه جلوب افريقيا داخلة في الكورة ما بقلهاش انا مش احنا مخلصناش ما وصلش بينا الدرجة ان احنا نجيب مدرب من جنوب افريقيا ونقول اجنبي اه يا سان دونس طول عمرها بطلة الدوري قبل ببو كاماني واحد الدوري تلت ورات وبقاله اربع سنين ما بياخدش بطولة افريقيا احنا ما بننتقدش النادي الاهلي احنا بننتقد اللي بيدير النادي الاهلي ده هو الكيان بتاعنا كلنا احنا ما بننتقدش بننتقد الافراض اللي حطوا نفسهم في المسئولية يعني انت عايز تعمل غلط ونقولك برابو ايه ده هو ده هو ده الصعب هو الكيان بتاعنا كلنا وده شيء مؤكد بس اعتقد اللي بيكون حريص على الكيان مستحيل يعمل كده يا كابتن مجدي مش هنرد لأي امور شخصية ولا اهواء اللي حضرتك بتقوله حب نسبي انت ممكن شايف انك بتحب النادي الاهلي هنرد عليك في حقائق هل اللي انت قلته ده معطيات صح قدت لنتيجة صح ولا فيه حاجات كتير جدا مغلطات يا أساني انا بطفق معك يا فارس لان احنا كمان مش عايزين نلجأ ان فكرة ان احنا نفكر الكابتن مجدي بحاجات اتربين عليها جوه النادي الاهلي وطبعا كابتن سابت البطل كانتكلم فيها ان انت لو حابب بالفعل تنتقد الموجودين تعال جوه النادي وانتقد لكن في النهاية احنا ناخد المعلومة هل كابتن مجدي عبدالغني كان عنده المعلومة الكافية هو بينتقد تعاقد النادي الاهلي وشايف ان هو صح في فكرة الانتقاب دي لبيتسو مسماني لازم نرجع نشوف اصلا مين بيتسو مسماني وايه هي انجازاته وايه هي بطلاته وهل الرجل ده عنده بالفعل سي فيه يؤهله ان هو يكون مرشح لقيادة النادي الاهلي او لقيادة المسئولية الفنية للنادي الاهلي الرجل ده بمنطقة البساطة اول لما تولى القيادة على المستوى المحلي تولى فريق سوبر سبورت وده كان فريق بينافس دايما للهروب من القاع في الدوري الجنوب افريكي قدر يحقق معه بطلتين تخيل مدرب بياخد فريق بينافس على الهبوط ياخد به مركز تاني في خلال ست سنوات مرتين وكمان يحقق بطولة كاس جنوب افريكيا وكمان الثمانية الكبار ده قبل ما ينضم لاصلا لسان داونز طبعا انتقل بعد كده كمساعد للمدير الفني الجنوب افريكيا ثم توجه لقيادة سان داونز وكان وقتها سان داونز بيعاني من غياب البطلات مدة ست مواسم كاملة وكان اخر ثلاث مواسم ما دخلش فيهم بطولة افريكيا فييجي الراجل ده حامل مشروع فكري معين ويقضي ثمان سانوات مع سان داونز وكان مع سوبر سبورت ست سنوات ده راجل عارف هو بيعمل ايه كويس اوي عمل ايه مع سان داونز ده اللي نشوفه من خلال البطلات والنتائج المحلية لما تعرف يا كابتن ماجدي ان سان داونز في تاريخه اللي بدأ من الف تسعمائة وسبعين حصل على عشرة دوري فقط لغير مع بيت سو مسماني حقق خمس بطلات يعني نسبة خمسين في المية وخمس بطلات اخرى ما بين كاس مصر كاس جنوب افريكيا افوا مرتين وكاس السوبر المحلي ده على المستوى المحلي لكن كمان يا فارس بيت سو مسماني كان له كمان طفرة على المستوى الافريكي بسوا اسامة احنا بنستعرض ده لان كابتن ماجدي عبدالغاني قال ان الراجل ده جاخد فريق سان داونز ما سان داونز بياخد الدوري ردت انت بشكل الطفرة اللي عملها مسماني محليا طيب افريقيا تاريخ نادي سان داونز كله لم يعرف اي بطولة افريقية قبل مسماني مسماني حقق اول بطولتين افريقيتين في تاريخ النادي حقق دوري ابطال افريقيا مع سان داونز وحقق السوبر الافريقي هنا حاجة مهمة كابتن ماجدي عبدالغاني ادي حتة بقى اللي هي بتبين لك انا بتكلم برؤية ولا مجرد انا عايزة هاجم قال حاجة ظاهرها الرحمة وبطنها العذاب لما قال اصل سان داونز بقاله ست سنين ما حقاش بطولة افريقيا كابتن ماجدي عمرها ما بتتقاس كده كابتن ماجدي حضرتك بتقيس المعطى في ظل الظرف بتاعه بمعنى النادي الاهلي الفريق اللي بيحقق دوري ابطال افريقيا لما تجيب مدير فني بيحقق مع الدوري جمهور النادي الاهلي بيشوف ايه يا اسامة بيشوف ان دا مش انجاز هو الطبيعي ان انت تحقق الدوري واللي استثناء ان انت تخفق فيه لما تجي تلعب افريقيا وما بتحققش نتائج مرجوه بيبدأ الجمهور بيشوف ان انت اخفق ما ينفعش نسقط ده ونحطه على سانداونز الفريق اللي لم يعرف اي بطولة افريقية لما يجي سانداونز مع موسيماني حقق كل البطولتين الافريقيتين مع نفس المدرب يبقى الراجل ده حقق الاستثناء مش القاعدة نادي الزمالك مع فريرا حقق الدوري والكاس كان بالنسبة له شيء استثنائي محققش افريقيا وجمهور الزمالك بياراه عظيم وفقا لطموحاته كل حد بتصنفه وفقا للاطار بتاعه يا كابتن مجدي حضرتك اديت مقدمات ملهاش اي علاقة بالواقع فبالتالي بنيت نتائج مغلوطة وده اللي احنا بننبه الناس ليه مش مشكلة حضرتك تقول رأيك بس كمان حضرتك بتقول مغلطات لما كمان قلت انه هو قابل الرجاء انا معرفش مين رجاء ومعرفش مين بكماني اللي حضرتك طول الفقرة كنت بتتكلم عنه حتى اسم المدير الفني حضرتك مش مهتم متنطقه بشكل صح لا موسيماني ما قابلش الرجاء كان قابل الوداد عشر مباريات ما فاس مرة زي ما انت قلت فاس في تلت مباريات وخسر في اربعة وتعادل في الباقي بس فيه حاجة مهمة انت بتاخد الظرف الاخير اللي هو لاعب في الوداد في دور المجموعات وتفوق عليه في مباراة في لوكاس موريبي واتعادل في مركب محمد الخامس فبالتالي ده الاطار اللي انا شوف موسيماني فيه الراجل اللي جاه لاعب الوداد عشر مرات فعرفه كويس قوي ولاعب الاهلي في نفس البطولة مرتين فعرفه كويس قوي هو اختيار نوعي تحية ادارة النادي الاهلي عليه وان شاء الله يكمل بالنجاح ولكن المعطيات اللي اتخذت هي افضل اختيار يا أساني لا اختيار جريء كمان يا فارس لكن الكابتن مجد عبغاني بالاضافة انه بيجهل فكرة المعلومة وكمان فكرة ان انت بيبان ودي وجهة نظره في كل القضايا وفي كل اختيارات بعض الاندياء الاخرى اللي صدفت تعاقد مع نفس التوقيت ولا كمان الفكرة ان انت بتحكم على فكرة هل جنوب افراقيا هي متقدمة عن مصر ولا قبل مصر يا كابتن مجدي لو في مشكلة من تواجدك قعود ومجلس در اتحاد كرة القدم وقت ما جنوب افراقيا اطاحت بمصر وللأسف يعني والبطولة كانت منظمة على ارض مصر دي نقطة تبعيدها تماما عن فكرة اختيار المدير الفني وارد جدا يكون ده مدايق حضرتك انت ما كملتش في الاتحاد بسبب مباراة لجنوب افراقيا على الاراضي المصرية كلنا طبعا كنا نتمنى تحقيق مصر البطولة دي لكن ده ما حصلش لكن ده بيعكس كمان تطور القرى في جنوب افراقيا الاهم من كل ده هو مدى هو تطور مسيماني نفسه تصنيف مسيماني ايه وجود مسيماني وسط مدربين القرى ومدربين العالم بالظبط كده لو شفنا لو استعرضنا بالظبط كده الرانكين بتاع مسيماني كان وصل في 2019 لـ 48 على مستوى العالم كمان وصل هايست رانكينج ده 44 في تاريخ ايه بقى 13 يناير 2020 يعني تقريبا في نفس الموسم ده في نفس السنة دي تقريبا من 9 شهور بالظبط الراجل ده وصل لأعلى رانكينج ليه وهو 44 واربعين على مستوى العالم فيا كابتن مجدي هلو انت بتقيم مسيماني كان الهدف بالفعل ان انت بتنتقد مدير فني ولا الامور كلها ان طالما فيه اختيار من مجلس ادارة النادي للحالي لأي مدير فني او اي لعب لازم اطلع اعترض هو ده القصة كلها عند الكابتن مجد عبغاني وفي الاخر انا اسف يا كابتن مجدي ان انت بتبص الفكرة ان مني اعترض على ارائك اللي واضح جدا فيها انها غير منطقية هو عبارة عن لجان الالكترونية او غضب لجان الالكترونية انا عايزك انت تقيص ده بنفسك وتكتب حتى اي حاجة عندك على اي تويتا ليك اي بوست ليك وتشوف ماذا تقبل جامهير النادي الاهلي لأرائك لان عيبة كابتن مجدي وانا اسف ان انا اقول كده ان يتم تصوير جامهير النادي الاهلي على انها تقاض من لجان الالكترونية هذا لم ولن واستحال ان هو يحصل بالخصوص بالزبط كده لن يحدث في وجود جامهير النادي الاهلي بالوعي ده اللي دايما جامهير النادي الاهلي هتجد فيها كل الطواقف وكل الافكار ودايما فيه اراء مختلفة تماما مش هي الاراء اللي ماشية في اتجاهه احنا بس احمد انا اعرف في النقض خلاص احنا الدنيا تطورت انا كابتن مجدي اعمل الهوم وورك بتاعي كويس قوي وشفت مسماني وقريت وعرفت واطلع اتكلم بمعطيات وقل للناس انتو غلط انما انا اقول كل المعلومات غلط واعتقد ان انا صاحب رأي ولما الناس ترد علي اقول الناس بتهجمني والله يا كابتن مجدي محد بيهجمك لشخصك حضرتك بنهجمك لانك فعلا متجني على النادي الاهلي حضرتك لعبته حققته بطلاطه وما فيش حد ينكر ده بس المفروض حضرتك تكون احرس على ده مننا احنا بدليل على فكرة فيه حاجة في تكرتها دلوقت يا اسامة على الهوى كابتن مجدي عبدالغني لما قال موسيماني حاب يضرب في حاجة غريبة جدا فقال اصل الكورة اللعبة رقم كان في جنوب افريقيا في حاجة بقى تانية كابتن مجدي حضرتك كنت في المجلس اللي اختار بوب رادلي لادارة منتخب مصر هو بوب رادلي اللعبة الليقولة في امريكا هي كرة القدم فبالتالي كل المعطيات متنقضة فطبيع حضرتك هتطلع بالنتائج دي اللي سعى للرد عليها بس كمان بما اننا اتكلمنا بشكل عامل يا احمد واتكلمنا في الرانكينج بتاع موسيماني تعال نشوف باتشيكو اختيار يخص نادي الزمالك وعلى فكرة انا مؤمن ان كتير من حسم البطولات بيكون في جزء من التوفيق وشوفنا ده في بطولات كتير جدا للزمالك ولكن لو هنتكلم بالسي في انا حد بتعامل بكريتيريا معينة بشكل عملي ما بقولش اجتهدات ما بقولش كلام مرسل طيب احنا عندنا باتشيكو كان اخر رانكينج عليه وولد وايد كان 2017 اخر تصنيف ليه 816 على مستوى العالم وكنا بنقول موسيماني اخر تصنيف ليه 48 ليه 2017 لان باتشيكو قاعد سنتين في بيته وما بيشتغلش ما فيش مشكلة ان الزمالك يغامر بالمدرب ده حق وحاجة كويسة بس حضرتك طالما بنتكلم في معطيات يبقى بنتكلم ان اعلى تصنيف وصل ليه اه مع الزمالك في 2015 98 وده موسيماني عدى الهايست رانكينج بتاع باتشيكو اذا الموضوع مش مرتبط خالص يا اسامة بجنسية المدرب فالمدرب يبقى صح ولا غلط رفقا بالاهلي يا كابتد مجدي هو انا عايز بس نوضح برضه عشان المشاهد يفهم احنا ليه جبنا باتشيكو حاليا لان ده اختيار في نفس التوقيت فبما انك في قناة محايدة وبتتكلم عن نقض بناء او نقضة يعني من وجهة نظرك لاختيار المدير الفني فهنا بتختلف الامور جدا ان انت هنا عمال في النادي الاهلي نقض 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 والناحية التانية وزكين اختيار الزمالك وعلى فكرة الراجل وصل للهايست رانكينج مع الزمالك لكن الحقيقة والكابتن مجد عبدالغاني مش بس اراءه الحالية هي اللي كانت فيها مشكلة لان فيه نقطة مهمة جدا لا طبعا بس لما يكون الصحة والغلط من وجهة نظرك غير الصحة والغلط اللي متعرفين عليه تعالوا نشوف اختيارات الكابتن مجد عبدالغاني قبل كده او اراءه الصبقة لاختيارات المديرين الفنيين في النادي الاهلي ونرجع تاني انا ما كنتش انا ما كنتش مع بايلر اه انا ما كنتش مع بايلر بس انا ما عربش بايلر اصلا انا اصلا ما عربش بايلر في مدربين بايلر انا لا قابش في نجاده الكابتن مجد عبدالغاني من معاييره فيما يخص نادي الزمالك ان في نجاده قدر يحقق بطولة الدوري وده النجاح عند الكابتن مجد عبدالغاني في اختيار في نجاده الحمد لله الكابتن مجدي ان انت ما كنتش مع اختيار منو الجزيء ومجلس الإدارة وقتاء أصر على وجود منو الجزيء اللي صنع تاريخ كبير للنادي الأهلي حتى ريني فييلر بالمناسبة على المستوى الفني هو من أعلى المدرين الفنيين الأجانب اللي دخلوا مصر وكلنا شفنا مستوى الأهلي ما قبل كورونا ولكن ما بعد كورونا دي هنتعرض بقى الأسباب أخرى بعيدة عن المستوى الفني ولكن ده رأي الكابتن مجد عبد الغني اللي أعتقد ده كابتن مجد لما تكون دي أراءك في مانو الجزيء وريني فييلر أعتقد أن أنت لازم تكون تتبقى حريص جدا وأن أنت بتاخد رأي استباقي على بيتسو وأنك توجه الكلام للمجلس أن أنت الصح والاختيارهم هم الغلط مش ده بس اللي شافه كابتن مجدي بعين تانية برضو فيه حاجات تانية شافها بعين تانية بس كانت أغرب كتير جدا نروح ونشوف الفيديو نتلاقي أربعة يعني فاضل 12 يوم موسي ماني هيغير في رينة الأهلي أداء ويعني وسرعة بقى وتعديك باك 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 في عشر تيام ما أنا يعني لو هي كده يبقى ماشي خلاص أنا أنا لا أعملها لعبت كورة ولا بقى فانكورة ولا عايزها فانكورة لو ما خدش بتقول الأفلخ يروح بيتهم وهو من نفسه ياخد بعضه يروح ما هو تحمل المسؤولية والتصريح بتاعه إيه ما هو قال بطلع بقى إيه ما يبقاش فانجاري يبقى بقى هو قال لك أنا متحمل من أول يوم أنا دي وجهة ناظري ناللالي أكبر من أن لازم كتجري معين يجي يضرب ناللالي أنا بتكلم عنه مارتين يول أكبر من الدور المصري أكبر من الدور يعني زي ما صالح سلين جاب دور ريفي الراجل ما استحملش شهر هنا كابتن مجدي شايف إن إزاي موسماني حيغير الفريق في عشر تيام وقلنا إن ده بالعكس سبب أدعى عن موسماني يبقى موجود لأنه عارف الفريقين رجع كابتن مجدي عبدالغاني بقول لو ما خدش أفريقيا يمشي مع إن حضرتك شايف أن عمره معي يعمل حاجة في عشر تيام الأهم بقى إن كابتن مجدي عبدالغاني لو الجمهور مركزش في الفيديو كان بيقول أنا شايف الأهلي لازم يجيب كاتجوري معين رجع بعدها شايف إن مارتنيول لما الأهلي جابوا إنه كان كاتجوري أعلى من الدور المصري احترنا فيك يا كابتن مجدي وإحنا شغالين الفقرة لإنك شايف بعين تانية غير اللي كل الناس مفترض تشوف بيها بس أنا مش محتار بالحقيقة لإن الكابتن مجدي عبدالغاني جبنله عراء قبل كده كان يتكلم عن علي معلول وشوية يتكلم عنه بكويس وشوية يتكلم عنه مش كويس لكن الحقيقة خلاص يعني موضوع كابتن مجدي عبدالغاني أعتقد بقى واضح جدا للمشاهد ولكن بعض الناس بقت تتكلم عن فكرة انتهاء عقد ريني فيلر مع النادي الآلي بشكل زجد فيه باسم النادي الآلي وإدارة النادي الآلي بتعامل سيء مع ريني فيلر نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب تاني أهلي أخطأ مع فيلر في التعامل في الفترة الأخيرة أهلي أخطأ أهلي أخطأ لأن فيلر هو ماشي في المطار الناس دولوا تليفونات للجماهير تليفونات راحت للجماهير فالجماهير تطاولت على فيلر حضرتك لسه كنت بتتكلم وتقول أن احنا كإعلامين الناس بتتطول علينا في السوشيال ميديا فيلر الناس تطولت عليه فعيس تفاهمني أن فيلر بعد التطول واللي حصل عليه مين يعرف تليفونات فيلر يديها للجمهور كلنا صعب جدا حتى تليفونه البرتغالي تليفونه السويسك يعمل تلوطوه على التليفونات المصرية والرقم كان موجود منه كلها مين اللي يدي تليفوناته ويتشتم في التوقيت ده ماشي كلكم عندكم تليفوناته طبع تمام كويس قوي كلنا عندنا تليفوناته خلاص هنا بقى برغم خلافي مع اللي بيتقال والتناول ده ولكن هنا أنا متقبل الأمر طبعا من على عكس الكابتن مجدع عبدالغاني لأن هنا لا ينتمي للنادي الآلي فوارد جدا يكون مش مستوعب أو فاهم فكرة النادي الآلي ولا حتى مرة على تاريخ النادي الآلي في تعامله مع المدرين الفنيين اللي كل إذا كان استقالوا أو انتهى تعاقدهم مفيش مدير فني من أيام ديكسي وقبل ديكسي إلا لما بيتعمله احتفال وبتعمله ترحيب شديد جدا وخلاص مع السلامة بنتمنى لك التوفيق شكرا بنبدأ صفحة جديدة وعلشان كده بنلاقي دايما المدرين الفنيين يا فارس حتى بعد ما يسيبوا الأهلي بسنة أو سنتين تلاقي دايما فيه تعقيب مهم جدا عن مناسبات النادي الآلي بربط ولو حتى معناه بينه بالنادي الآلي انت بتتكلم يا أحمد على الخلفية الزهنية ليك كمشجع أهلاوي هو عنده خلفية زهنية تانية ما عندناش مدرب بيحتجز وما عندناش مدرب باتهم بالهروب وما عندناش مدرب بيساء ليه فيابدو انه بيتكلم في خلفية زهنية تانية ولكن حابب بس أقول حاجة اللي تعمل ده تحريد واتهام مرسل لمجلس إدارة النادي الآلي بالتحريد على مدرب أجنبي غير مقبول إطلاقا فيلارف عربية النادي الآلي لحد المطار محدش فوت عليه طيارته يا أستاذ عمر الدردير وأعتقد تصرحاته كانت واضحة للجميع للتلفزيون السويسري اللي أشهد فيها بمجلس إدارة النادي الآلي وجماهير النادي الآلي وإن كان عنده زروب خاصة هي اللي جبرته على إنهاء التعاقد نروح لفاصل أوعط رفاية حتى مسموح لك تمسك الموبايل دلوقتي لكن انتظرنا والأهلي خطح خلاص في موبايلك رجع تاني الآلي خط أحمر ومعانا فقرة جديدة وهي فار روم فار روم هنحط عانينا على كل الأخطاء التحكمية اللي بتحدث حتى في وجود الفار أكيد أكيد مش هيرجع عدالة تحكمية تامة في أقطاء رصدناها الفترة الأخيرة وبنتكلم عنها لكن قبل ما نروح لفكرة الفار روم أكيد كلنا شفنا بعض التناول الإعلامي اللي حصل لعقوبة فرجاني ساسي ست مباريات للتصرف مع الحكم أمين عمر في مباراة الزمالك قبل الأخيرة طبعا وطبعا قرار اتحاد القرى فارس بعقوبة لفرجاني ساسي ست مبارات ومئة ألف جنيه وكذلك إمام عشور مباراة وخمسين ألف جنيه هو طلع بيان من اتحاد القرى لأنه طبعا حصل لغط واللغط هنفهم الناس هو حصل ليه فلما طلع اللغط ده بدأ اتحاد القرى يبرر القرارات فيه شكين يا أحمد عندنا حجم العقوبة نفسها هنتكلم فيه والجزء الثاني موعد توقيع العقوبة حابين نكلم الناس في فكرة ست مباريات اللي هم برروها استنادا لقرار لجنة للنباط المد قبل ما نروح ست مبارات أنا عندي نقطة مهمة جدا حابة تناولها احنا ليه بنتناول فكرة عقوبة فرجاني ساسي هنا لأن الحقيقة لما حصلت العقوبة من فرجاني ساسي محدش طلع قاله انت كده غلط لا ده طلع فيه تبرير عن الغلط وده كان شيء يخص الجانب الآخر لكن لما يكون في تبريرك عن الغلط نشغل الإعلام ساعات وساعات على لقطة وليد سليمان 2015 هنا حابين نوضح ان لما تيجي تعقد مقارنات لازم تكون عندك إلمام باللواقح في توقيتها لأن لوائح 2011 عقوبة حاز إمام الثمن مباريات كان وقتها اللي حابتقول اهانة الحكم ثمن مباريات عقوبة وليد سليمان الأربع مباريات في 2015 كان بند اهانة الحكم تم رفعه وتواجد عقوبة سلوك غير رياضي تجاه الحكم أو أحد مساعديه أربع مباريات وخمس ألاف جنيه لما نيجي في التوقيت الحالي طبعا شفنا لجنة المسابقات في سلوك غير رياضي أربع مرات والعقوبة أصبحت خمسين ألف جنيه طيب اللي حصل مع فرجاني ساسي وأمين عمر ده يتصنف ايه لأن الحقيقة اللوايح بتاعة لجنة المسابقات بتتكلم عن فكرة الدفع أو فكرة التعرض بألفاظ للحكم والد الحكم قال ان فعلا فرجاني ساسي تعرض بألفاظ للحكم وهنا كان التساؤل ليه فرجاني ساسي عقوبته ست مباريات فقط لغير مش تمانية تبعا لبند اللائحة في لجنة المسابقات طبعا كلنا متفاهمين فكرة أن في مارس اللي فات تم سحب فكرة توقيع العقوبات من لجنة المسابقات للجنة الانضباط لكن لما يكون السبب أن احنا ودينا العقوبات دي للجنة الانضباط عشان تبقى فيه عقوبات مغلزة ونيجي نلاقي أن العقوبة اللي أساسا في لجنة المسابقات تمن مباريات تبقى ست مباريات فهنا لازم نتساءل إيه السبب اللي وصل العقوبة لست مباريات مش تمانية خاصة وإن كان فكرة بند السماعة مش موجود بشكل ما في اللايحة لكن موجود بشكل مفصل جدا فكرة التعرض أو السبب للحكم أو أحد مساعدية أو منظمي المباراة تمن مباريات ومئة ألف جنيه غرامة الأهم من كل ده واللي تم تجهله في عقوبة فرجاني ساسي هو بند أيضا في اللايحة في العقوبات فرجاني ساسي عطل المباراة بعد ما خد الطرد وما تلاقش من الملعب مرة واحدة وهنا في عقوبة اسمها عقوبة إضافية إقاف مباراة أخرى وخمسين ألف جنيه غرامة يعني حتى لو أنت كنت شايف أن عقوبة فرجاني ساسي ست مباريات ومئة ألف جنيه غرامة كمان كان لازم يعني فيه مباراة إضافية لتعطيله اللعب أنه ما استجبش للكارت الأحمر وخرج من الملعب بسرعة وعطاق دي موجودة في اللايحة فده تساؤل لكن عندنا تساؤل برضو تاني يا فارس هي فكرة اللعقوبات دي تأخرت ليه وأنا حابة بقول حاجة بس الأول يا أسامي هو كهرباء خد كم مباراة كهرباء لنهاية المسلم ثم تظلم لثمن من ريال عمل إيه أسوأ من أنه هو يكون عمل زي الحاكم راح شال السماعة ورماها وطلفز تجاهه إيه اللي يكون عمل أسوأ من كده ما إحنا ما شفناش هو ده بقى المدخل التاني لفكرة إن القرار بيطلع بدون نص واضح وكل الكلام إن لجنة اللانضباط لها ما ترتقي في تحديد العقوبة طب إزاي أنا مش متخيل إن فيه عقوبات في تفاضى بالشكل ده الأهم كمان لجنة اللانضباط اجتمعت إمتى إمام عشور شارك في مباراة سموحة سجل هدف سموحة اللي حظه وحش مش حظه لا ده مش حظ مش حظ مش قصة حظ خالص هو التخاوفات اللي كانت قبل مباراة ظهرت يعني لا أسباب وشارك إمام عشور وسجل هدف في الجنة السياسي العقوبة وقعت عليه وقالت لجنة اللانضباط كان مبرر أصلي كان عشان عنده طارد الفكرة مش في كده الفكرة إن أنا بجتمع بعد مباراة السوبر مباشرة على طول بعد مباراة السوبر باجتمع والمباراة كانت الخميس العقوبات كانت السابقة بالضبط باجي في كابتن مجدي عبد العاطي خلال ثلاث يام بطلع العقوبة عقوبة التوبيق لكابتن سيد عبد الحفيز طول ما الموضوع في تفاض حيدخل إنه يبقى حمال أوجه أنا كلجنة انضباط حبيت أعدي المطش ده فما اجتمعتش إحنا مش بنقول إن ده مقصود أكيد ولكن ما ينفعش الأمور طب أكده لأن أهم القواعد الفير بلاي إن يكون في موعيد واضحة القصة أسهل من كده لو الناس بتفرج على البريمير ليج الموعيد بعد انتهاء الجوالات على طول قبل بداية الجولة اللي بعدها لازم تكون العقوبات خرجت شيء غريب حبينا نقف عند العقوبة بعيدا عن خالص اللاعب يخص إيه أو عمل إيه ولكن إحنا بنرسي مبدأ واضح في إيطار واضح لتناقض العقوبات اللي بيقدي بعد كده إن الجمهور يحس إن فيه ظلم وقع عليها أسان أي الجمهور اللي يحس إن فيه ظلم ده اللي خد سعقوبة مخففة ستة هو اللي حاسس إن فيه ظلم لأ والأغرب إن هنا فيه لازم وقفة مع اللاعب إمام عشور لأن ده تاني مرة يساهم في فكرة إشعال مشكلة بعد المباراة والمفروض يتيح للجنة الانضباط إنها تغلز العقوبة على إمام عشور وهذا لم يحدث عقوبة إمام عشور اللي بالفعل لازم ليه وقفة عمل أزمة ماتش السوبر وتعرض للكابتن وليد سليمان والمرة دي ماتش آخر بيعمل نفس الأزمة بعد المباراة ففيه مشكلة كبيرة جدا لازم لها وقفة وكان مفروض من وجهة نظري تغليز العقوبة على إمام عشور لكن أحداث المباراة أصلا يا فارس اللي هي كانت بتستدعي التخوفات من قبل المباراة وطبعا فيه هستري كبير جدا في المباراة دي كان فيها برضو لغة هنا بقى تحكميا وفي وجود الفار هنا البشمندس فرج عامر والله وصل لمرحلة المصعبان علي اللي هو ايه يا دنيا عايزة مني ايه يعني ما فيش غير الزمالك واسموحة سيناريو متكرر بشكل رهيب جدا لقطة واضحة جدا نشوفها بالفيديو عشان نعقب عليها ما نيجي نشوف الكرة الكرة دي فيها تلات حاجات اول حاجة ما نيجي نفرج عليه بيدو في خبطة في الرجل من لعيب نادي الزمالك هنشوفها بوضوح في الكرة دي اول حاجة عندنا في دراع طارق حامد ماسك ايدو الشمال مدافع سموحة بعد كده عندنا ايد اليمين شدة التشيرت بتاع لعيب نادي سموحة بعد كده الحالة التالتة في رجل طارق في رجل لعيب نادي سموحة اللي هو اصلا لعب الكرة فدي كانت ركلة جزاء كان لازم حكم الفيديو ينادي حكم المباراة الشوفاء بص يا اسامة احنا بنتفرج على كرة بقالنا هده ايه في حياتي ما شفت اصرار على ارتكاب ضرب الجزاء زي الشكل ده مخالفة بكل الطرق سلسية ماسك ايدو ماسك الايد التانية وضرب في الرجل يعني صعب جدا شفتها كتير في مرافز لا 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 بس بيش للدرجات دي ما فيش مبرر ان يكون الفار لو ما شفتش ايدو دي شفت ايدو دي ما شفتش دي شفت رجله اعتقد الفار ما كانش بتفرج على المباراة في اللقطة دي يا اسامة لانها لا يمكن تقبل كخطأ لا ده انا عايز اقول لك حاجة هي المشكلة هنا تقييم وش ما شافش وحاجات كتيرة ممكن نتكلم فيها لكن الكمان لما يبقى عندي في اسبوع واحد كروتين تقريبا كابي بست والقرار مختلف في وجود فار لا هنا لازم نطرح تساؤلات برضو بالامس احتسب رقلي الجزاء لنادي الزمالك عن طريق لمسة يد من كرة مرتدة من مدافع سموحة نروح نشوف تعقيب الكابتن احمد الشناوي عشان نرجع نعق انا رأي طالما الصورة بعد جريل اقوله مش بعينها قابل دولاشت نمشي مع قرار الحاكم خلال هنا الكابتن احمد الشناوي احطار وخير المشاهد معاه هو قال طالما الصورة مش واضحة نمشي مع قرار الحاكم طب هي اصلا ليه طالما الصورة مش واضحة تم استدعاء حاكم الساحة اللي ما كانش يقدى رقل الجزاء لنادي الزمالك اذا هنا الفار تم الاستدعاء على صورة مش واضحة لا هنفترض ان صورة واضحة يا كابتن احمد وانت تحليلك مختلف شوية وان الفار شاف اللقطة بشكل كويس جدا فبالتالي حاكم الساحة تراجع في قراره او هو اصلا ما كانش اصدر قرار فاصدر قرار بلامسة يد هل دي ما بتفرق رقش بلامسة يد والله العظيم بتفكرني لان مش معقولة الفارق الزمني يعني سيبونا ننسى شوية يعني اخر الموضوع فاسبنا ننسى نشوف مبارات المصري والزمالك اللي لسه كانت الاسبوع ده نشوف القرار في لعبة مشابه جدا كان عامل ازاي نطلع ونشوف الفيديو الايد اللي هي سابورتر لو جات فيها اللي هي حملة حملة جسمه لا يعاق هي جاية في اني ايد دلوقتي هنشوف دلوقتي في الحركة التصويرية دلوقتي بص بص الايد الايد بتروح فين بص الايد حتى هو بيواء ما هلش دعوه ايد دي تانية هو على ايد ودي الايد التانية ايا كان خلاص هنا الشكل ده بالايد ده بالشكل ده تبقى ركلة جزاء لبسة يد وركلة جزاء يعني انا عايز حد يقني يعني لو انا عملت ايدي كده على الهوى انتو ما شفتوهاش يعني ازاي دي الفار مش شايفها والحكم بالشكل ده القرار فيه تناقض مع المباراة دي يعني احنا معداش الموضوع على نفس اللعبة تقريبا يا أسامة ما كملش اسبوع ما كملش اسبوع وفرق تناقض وده فار يا جماعة فيه فار روم لا وفيه نقطة هنا مهمة جدا انا حابة ركز عليها لان هنا امين عمر كان قريب جدا حوالي مترين من لمسة يد محمول على الهوى اللي واضحة طبعا للجميع وخد القرار بحسم جدا انها ركلة جزاء من لمسة يد تم استدعاء الفار لي الفار مبدئيا عرض لقطة هي الابعد عن وقفة امين عمر نفسه في المباراة والاهم من كل ده ان سانيتين او تلت ثواني اللي اتبرقهم امين عمر عند الفار شيء غريب يدعو لتساؤل طب يعني انت قوله طب ده انت اللي واخد قرب ركلة جزاء قوله طب هاتلي زاوية تانية طب قرب لي زاوية ده ما حصلش لكن هنبعد عن كل ده مش هنتكلم في كل ده انا عايز هنا مباراتين بالشكل ده ليه هنا القرارين كانوا مختلفين ده سؤال لجنة التحكيم عشان نفهم هل القانون مختلف اذا كانت ارتزاج من مدافع ايد اللاعب هي حصلت في القرطين ولكن عند نادي الزمالك بتتحسب ركل الجزاء وعلى نادي الزمالك بيتم التراجع عن احتساب ركل الجزاء وهنا ده دورنا في الفار روم احنا هنا مش بنشكك في اي حكم ولا يمكن هتجد هنا تشكيك في اي حكم احنا هنا بنتكلم عن مستوى فني فقط لغير شايلين تماما بند التعمد منه وتوجيه ومن وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الكاميرا احنا طبعا مش خبرات حكمين لكن دي صورة ودي الحالتين اختلف الرأي عشان لون التشيرت مختلف وده اللي خلينا يدفعنا للرد على بعض التساؤلات لان البعض خرج اول لما طلع قرار الفار وقال يا فارسي يا لو الفار ده موجود من زمان كان مصار بطولات كتير اتغيرت صحيح لان قناعة فكرة بطولات حلال وبطولات مش حلال يستوجب ان احنا نفكر ماذا لو تواجد الفار هنروح للفار اللي انت كنت شايف انه هو مفترض يكون موجود كان غير مصار بطولات لا احنا هنا بنقولك في الفار روم هناخدك في جولة في عشر بطولات الاخر الاخر عشر بطولات نادي الزمالك وهي البطولات الاخيرة ليه وحنتكلم في فكرة ماذا لو تواجد الفار انت بتتكلم فيما يخصني ان لو الفار موجود كان فيه بطولات هتروح في مكان تاني طيب تعال نحلل ونعتبر بفكرة الفار روم ان البطولات دي لسه موجودة والفار روم هو اللي بيحكم وبرضو مش هنقول رأينا احنا خالص بالضبط احنا ما بنستعرضش قراءنا احنا مش حكام احنا بنجيب قراء الحكام عشان نعرف انا عايز بس المشاهد يركز مع الشاشة دي العشر بطولات هنستعرض كل بطولة اخر عشر بطولات اه اخر عشر بطولات اه لزمالك اللي هو المفروض لو الفار كان موجود كان ممكن يتوجهه اكتر كان ممكن يزيده يعني فاحنا نشوف كانوا ممكن فعلا يزيده ولا لا بس خليكوا حافظين الصورة دي عشان هيتغير فيها حاجات كتيرة جدا هنبدأ بكاس مصر 2014 وطبعا احنا قناعتنا وده المنطق بيقول ان اصعب او اسهل مباريات يتم فيها يكون التأثير التحكيمي فيها او الخطأ التحكيمي فيها كبير هي مباريات الكؤوس لان ما فيش تعويد انت في مباريات دوري ممكن تتزلم ماتش اتنين تلاتة لكن تقدر تعوير في مباريات الكاس انت تزلمت او وقعوا صادق خطأ تحكيمي خلاص برا البطولة فبالتالي في ست مباريات دول الخطأ التحكيمي بيكون اكثر تأثيرا نروح لأول بطولة من العشرة اللي لو كان فيه فار كان ممكن يتوجهه بشكل مختلف ونشوف مباراة الزمالك واسموحة في كاس مصر 2014 جاد جريشا جاد جريشا قبل الماتش بيخلص بديتين احمد علي ضرب طريق حامد في وشه طريق حامد وقع على الارض واحترد طريق حامد وبعدين في دقيقة 89 ساعة وثمانين انت خل فينا الجون تمام لو عايز النام وعلى فكرة كان عامده حق في الاعتراض لان احمد توفيق كان لازم ياخد الانزار التاني والطرد امبارح احنا هنا بعيدنا عن خبير تحكيمي كمان انشوفتم مين اللي بيقول احمد توفيق كان لازم ياخد الانزار التاني والطرد يعني اسموحة لعب عشرة في الوقت اللي كان المفروض نادي الزمالك هو اللي لعب تسعة اعترد احمد توفيق واحمد علي اللعب اللي مشترك مع طارق حامد لما كان في اسموحة وكان اعترد ساهل وقتها لما كان في اسموحة لكن البطولة دي لما كنت بتكلم مع فارس قال لي احنا مش هنحسب ان التحكيم هو اللي وجهه ولكن هنقول ان التحكيم ساهم في توجهها فبالتالي هتلاقوا صورة مختلفة في 2014 صورة نص حكم ونص زمالك ودي بتعني ان التحكيم ساهم في بطولة من العشرة الاخر لنادي الزمالك كان ممكن يكون اللي حظوص فيها بغض النظر عن قرية التحكيم هنروح بقى الدوري 2014-2015 اللي ما كانش هيكون فيه حظوص مهما حصل لان 13 نقطة لها علاقة باخطاء تحكيمية نحن لا نتحدث عن قراء نتحدث عن وقائع ب13 نقطة نشوف الفيديو ونرجع نعق اه في ايد هنا تمام كمّل بقى كمّل في ايد هنا لا في ركل الجزاء سند عليه هنا كابت المتحة عندي احتمالين اما ان تكون ركلة ركنية ايوة او تكون ركل الجزاء ركلة مارمى دي احتمالها انه اشغل احتمال واحد انه اخر واحد لمسته الكورة هو المهاجم نعم طيب اخر واحد لمسته الكورة يعني هو للعب الكورة يبقى المدافع لعب رجلي صح يبقى ركل الجزاء ادي الايد اه في الوش خطأ مباشر دخل مطيقة الجزاء احتسب ركل الجزاء انا كان يجب احتسب ركل الجزاء وانظار اه حالة المارمى لمسوا ركل الجزاء اه فيها زق او لا ما فيهاش اكد المتحك اعتقد فيها لمس يبقى ركل الجزاء اه ركل الجزاء لم تحتسب لصالح الاسيوتي اه اي كيف تفضل اهو ادي الرجل البيضة الاشراب الاصفر الشراب الاصفر اللي اللعب الكورة الاصفر اللعب اللي جاد في ايده اه هندبول او ضرب الجزاء احنا اول شوط عندنا ضرب الجزاء وتاني شوط ضرب الجزاء واضحة جدا 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 واضح اليد ده بيمسك بايده ده بيمد بايده ده التلامس الطبيعي اللي في كرة القدم ايه ده براهيم حسن اهيه ده عيدة عن جسم جابر كاملة ما فيهاش اي ركل الجزاء دخول وعرقلة ما نفعش هنا بقى ايه اه تحفظ هنا انا تمام العرقلة موجودة تماما لازم ركل الجزاء وركل الجزاء سهلة وواضحة لانه عنده احساس داخلي اللي هو اه توضع عن احتساب ركل الجزاء ايا كان باسم ايه على مين اه احمد علي اوكي كان يجب اه احتساب الحقيقة الفاول الفاول الاول ولو تحسب الفاول لصالح المدافع ما كانش هتحفظ ركل النقاط زي ما انتوا شايفين لحد 13 نقطة كلها بقراء خبراء تحكيم كده البطولة دي بقى ما فيهاش مجال لا لا نوضح بس نقطة ان الدوري انتها فارق 8 نقاط بالضبط ما نيسه بقولك البطولة دي ما فيهاش مجال ان احنا نقول ان كان لا لو الاخطاء التحكمية دي ما تواجدتش لان 13 نقطة فارق 8 نقاط التحكيم اخطاءه ادت الى فوز نادي الزمالك ببطولة واضحة دي كده البطولة رقم 2 خالص عشان خاطر نكمل البطولات اللي خدنا منهم اتنين بس ونشوف التمانية اللي فضلين واضعوهم ايه لانه هتلاقوا مفاجئات مهمة جدا نطلع على فاصل ونرجع تقل ورجعنا لكم مرة تانية طبعا وكنا بنستقنب فقرة التحكيم وعندنا بطولتين كانت بطولة كاس مصر 2014 وبطولة الدوري وكده بطولتين من عشرة نروح لكاس مصر 2015 عشان نشوف نسبة مساهمة التحكيم لو كان موجود فارق مع نادي الزمالك في اخر عشر بطولات لي حاجة صعبة جدا بس وفقا للصورة اقول ان في تسلل في اللعبة يعني بص الخط الوحل بتاعنا وخط فيها كابتن اللي سهيلها هنا خط السيكس يارضر ده مصرح للعبة مخبالك هنا المهاجن رجل يدخل السيكس يارضر والمدافع خارج السيكس يارضر اه يا حضرتك شاف انها تسلل طبعا كابتن خط الموضع انها تسلل خالف اللي قدام حضرتك ده كابتن ايه بتاعاتل احمد نبيل منجا انا بالكلام اللي انا قلت قلت اي رأي حضرتك لا اكده ده متحرك ده طالع قبل الكرة ما تتلعب بخطوة او بخطوة او خطوة او المساعد والحكم يعيدوا ركلة الجزاء اداور ركلة الجزاء لابد ان اتعب دي او ركلة الجزاء لابد ان تعب جنش والكرة دي ات اقول لي يا كابتن اتحرك اتحرك برضو عيد وثبت اه طالع قبل ما تتلعب الكرة طبعا في اخطاء بس الاخطاء المعرضة مش في المباراة مش في المباراة اه طالع تحكيم في ركلات كبه هو عادة انت لو جبت اي ركلة ترجيح او ركلة الجزاء بتتسدد على مرمى جنش تأكد ان هو يكون يعني طالع تلاتة يارضة لكن غريبة جدا ان التحكيم بتاعنا مش بياخد باله تماما خطأ متكرر عادي جدا لكن ادي كمان بطولة فيها طبعا التحكيم مساهم بشكل كبير جدا لان دي كانت مباراة ركلات ترجيح فهنا نشيل البطولة ونحط صورة الحكم وبكده معانا تلات بطولات من اصل عشر بطولات التحكيم مساهم فيهم بشكل كبير كلماتش داد الدميل دا ماتش داد ما خلاص بقى انت ليه انت عايز تزعى للراجل انت عايز تزعى للراجل يعني انت مصر يا جماعة كفية يا سنوحة والله انا تعبير الراجل تلقف مرة حنيجي دول تلقف بطولات ما لناش دعوة بيهم حنيجي بقى لكاس مصر الفين وستاشر البطولة الرابعة معنا نشوف الفيديو في لعبة شهيرة جدا بين باسم مرسي وسعد سمير ونرجع نعق نرتحضير بيلعب كرة امامية عالية وحوارات قوية جدا جدا النهاردة فيه الرقابة ولكن سلامات سلامات لسعد في كوع واضح تماما تماما شفت سعد سمير المفتري وهو بيدرب وشه في كوع باسم مرسي يا اخي صعب سعد ده يا جماعة ما فيش كده انت متخيل انك بتقول لي لو الفار موجود كان مصار البطولات تتغير انت عايز تقنعني بقى هنا بقى سيبك من اخطاء الفار اللي وارد احيانا بتحصل دي لو الفار موجود مستحيل باسم مرسي برا المباراة ما فيهاش كلام ديها ستة وانت ده اثر عليك جدا وكان من افضل موسم ساعدة سميكة وباسم ساجل وتقلق وهو كان المباراة اللي طبعا خد بعدها لقب الحاسم بس كان الحاسم مش بالاهداف في الاساس انه فعلا لو الفار كان موجود الفار روم ما كانش اكيد المباراة حتكون نتجتها كده كده كان بطولة اسامة اربعة كده البطولة الرابعة طبعا لا لازم يعني نفكرهم كده ان كده اربع بطولات زي ما حضرتكم شايفين اه بالزبط كده فيه اربع تيشرتات بس احنا قلنا عشان ده طرد ومش ضرب الجزاء فهنقول نص ابيض ونص اصفر فتبقى مساهمة لكن نروح بقى لمباراة مفيش فيها جدال وهي مباراة السوبر وجايب لكم حكم المباراة نفسه وهو بيعترف انه هو اخطأ وما شافش راكلة جزاء النادي الاعلي في المباراة النهاء السوبر نشوف البداية كان في بعض التصرحات انهم مستعدين يعيد المراضي للخطأ التحكيمي لكن احنا يهمنا اننا نوصل الصورة ان حاليا الخامس الخامس بقى خمسين في المئة من البطلات حطت شيرت الحكم عشان دايما نفكركم بالعشر بطلات الاخيرة اه يا الله ينور بالزبط كده اعتقد اللي قال تصريح الفر ده كان غلطان يعني الموضوع صعب جدا والله احنا بنعمل فقرة وصلنا لمرحلة ان احنا مش متخيلين يعني ما كناش فاكري الفقرة تطلع كده ثلاث بطلات هي الفقرة دي جات معك ليه يعني الفقرة دي جات انت معك ليه هو مين ده برضو سموحة تاني تاني ايه تانت لا موضوع سموحة ده كده مش صدفة قدرية ابدا يعني دي جي الكاس مصر عالفين وتمنتاشر كاس كاسونجو اللي قال عنه البشمهندس فرج عامر انا بطل الكاس الحقيقي والله معاك حقا بشمهندس فرج قال في تحكيم مصر عشان في بطولة النازل المهمة بقى مع الخطأ ده ان البطولة دي اللي قدت ليه بعد كده ده قدت لكونفترالية وقدت لسوبر افريكي يعني خطأ مركب نروح نشوف كاس الفين وتمنتاشر مش حاول ضد مين ونرجع نعقب نيجي بقى لليعبة طارق حامد هنا اللعبة اللي جاة دي هنا طرده مستحق مباشر لطارق حامد لانه دخل فيها القوة وفيها السرعة وفيها الدفاعه نيجي هنا بقى الهدف هنا طبعا الهدف انا اقف هنا ان فيه دفع من كاسونجو لمدافع سموحة لا يراها اللي حكم الفيديو الناس اللي تبقى اللي هو النظام السيستمي جديد لكن اللعبة طبعا الدفع هنا فيه دفع من كاسونجو لليها سموحة يعني اعتقد كورة ما فيهاش كلام لو الفور موجود كانت الدفع احتسبت على فكرة احنا ما جناش نعمل الفقرة دي من نفسنا الكلام عن ان لو الفور موجود مصار البطولات اتغير احنا هنا قلنا لو مصار البطولات كان هيتغير لو الفور كان موجود وعايز اقول حاجة كويس اول نسمحه مالوش جمهور ده كده الستة كده البطولة الستة عشان تبقى الناس مزال كده معنا بالضبط ناقص اربع بطولات وبرغم ان البطولة دي ادت لتواجد نادي الزمالك في الكنفدرالية وبالتالي ادت لحصول الزمالك على الكنفدرالية الا ان الكنفدرالية الحقيقة كان فيها شوية اخطاء لا تعد ولا تحصى بداية من دور الثمانية وكورة تخطط خط المرمى والنتيجة واحد سفر في مرات الزمالك وحسنية اغادير لو كانت النتيجة الهدف ده لو اتحسب والنتيجة اصبحت واحد واحد كان نادي الزمالك هيكون مش متواجد في البطولة لكن مش كده وبس ده في الدور قبل النهاء كمان يا فارس وفي موقع النجم مع النجم بقى نروح للصورة اللي بعدها مع النجم كان حمدي النجاز ودفع واضحة جدا للاعب النجم كانت تستوجب الحصول على اهيه جات معنا الصورة دفع واضحة جدا جدا اعتقد برضو ما فيهاش مشكلة لا صعبة جدا يعني مستحيل برضو الفار كان يفوتها والكورة تجاوزت فيها خط المرمى مستحيل الفار كان يفوتها جماعة احنا هنا بنتكلم في معيار واضح انت بتقول لي الفار كان حغار مصار بطولات ده كلام يعني مفيش كده دي البطولة كم انا انسيت والله انا حبت لا انا شاف ان حسين غير مصار بطولات كم دي دي البطولة السبعة اللي هي في الكمفدرالية من اصل عشر بطولات لكن اللي حصل في دور التمانية لا لسه ده اللي حصل في دور التمانية واللي حصل في الدور قبل النهائي وطبعا صعودي زي ماك لمواجهة نهضة بركان طبعا خلى رئيس نادي نهضة بركان يطلع بتصريح شهير جدا نروح نسمعه ونرجع نعق كرئيس نادة بركان وراء كرئيس الجامعة الملكين المغربية لكرة القدم بركان تنسح من هذا النهائي ما اللعبوش احنا قابلين تلعبوا الصفاقص الى كان في ادنى لبس ولكن اللي بغي اعطنا الدروس مخصوش قبل الاخطار التي تسمح بكرات تعدت خط المرمى بالامطار تعدته بالامطار وبفضل هذه الاخطاء اتأهل مجيش اعطنا الدروس وليعطنا الموعد على ايه انا قلت لك لن ولم ولن اسمع بالامطار يعني طبعا كانت تصريح شهير وطبعا اللي حصل بالفعل في مبراطة نهضة بركان من اخطاء جسيمة ودي اقصى اخطاء انا ممكن شفتها في بطولة افريقية لان درب فيها الحكم القانون عرض الحائط فاعتقد كانت خوفان وتصريحات رئيس نادي نادي بركان قبل المباراة كانت في محلها تماما لان كان عندنا اخطاء فارس جنش كان فوضي تلت تلات مرات تقريبا في المبارا دي واحنا لسه شفنا حاجة في الكونفيدرالية ده لسه احنا عادي نيجي بعد كده لجنش برضو في لقطة غريبة جدا كان يمكن الصورة بس عشان الحقوق مش عارفين نكملها كان بعد كده جنش وهو بيعتدي على اللاعب بالرأس في لقطة كانت واضحة جدا وفي ديئة واحد واربعين وهنا كان موجود فار وما فيش اي استدعاء للحكم ضرب بدون كرة الاهم يا فارس بقى لما كمان جنش حصل في الكرة دي على انذار رحنا لرقلات الترجيح والطالة ما خلاص بقى حافظين الرقلات الترجيح يبقى ايه يبقى جنش هيتقدم ويبقى هتتحسب مخالفة ويبقى انخالف كل قوانين اللعبة اللي اتعملت من بداية الحقيقة عشان جنش بيطلع الله ينور عليك يا ابني لكن الحقيقة كان في وجود الفار تم استدعاء الحكم الحكم عمل بقى اللي هو اسوأ من فكرة انه كان الفار يتغضى اصلا عن فكرة تقدم جنش الحكم راح يطبق القانون على جنش فالطبيعي انه هو يمنح جنش انذار بالمناسبة القانون اتغير الفترة دي الفكرة التحذير ثم الانذار لكن وقت الكونفدرالية كان القانون راح بالفعل شاف تقدم جنش جنش عنده انذار في القرى اللي كان يستحق علىها طرد راح يطلع الانذار رجع في قراره تاني نحن معانا صورة للحكم وهو بيطلع البطاقة الصفراء ورجع فيها انا عايز حد يبرر لي ده يعني حد يقدر يفهمني الصورة دي ايه مبررها يعني الحكم طلع الانذار ورجع ليه برضو مش فاهم افتكر ان الجنش عنده انذار اللي هو اصلا تصريح مهم جدا من المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي وللاسف التصريح ده خرج مؤخرا لما النادي الالي او الاندية المصرية بتتكلم في تخوف نتيجة بعض الضغوط اللي بتحصل من الفرق المغربية ونفوز المغرب داخل الاتحاد الافريقي بقى عنده مبرر انه هو يقدر يقولك انت بتكلمني باي حق نشوف المبرر اللي خليه يقولك انت بتكلمني باي حق لانه ملوش علاقة بالآله خلص نطلع ونشوف الفيديو هذا عكس الصورة ومن فاذا بدور الارطان والكل يعرف يعني الظلم الذي تعرض له فريق الويدار البيضاوي امام الترجي التونسي ذهابا واي وايضا حتى فريق مهدت مركانة الذي اشتكى من يعني يتحكيم خاصة في ضربة جزاء الاخيرة التي كانت لا كانونية بعدم ترضي حالي فريق الزمالك في ضربات الترجح والكل يشهد وبدال اضافة الى الظلم الذي تعرض له فريق حسنية الجدير يعني وهذه الاشياء نحن بروح الرياضية نتخفى لهذه الامور لكن ان يأتي البعض وانا اي تأثير الان التأثير يكون على ارضية الواقع وعلى ارض الواقع الواقع يكون غالر هذا للأسف دي مشكلة اكبر واحنا بنناقش الفقرة مش قصة كمان خسارة بطولات او وضع الفار في الانطلاق دي التامنا دي اه قصة ان كمان بقى الطرف الاخر لما انت بتيجي تتكلم بيستشهد بواقعة زي دي وقولك انت بدين بتقولي ان انا هتجامل وفي بطولة واحدة حصل كذا 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 وكله لصالح فريق نادي الزمالك ونيجي في الاخر نتكلم عن ان الاهلي بيجامل بالتحكيم كان في واحد لسه قريب بيقول للحمد كلهم مش طالعين تاني واحنا كنا بنحضر الحلقة نصيبك يا ابني والله رزق كده 8 بطولات زي ما حدركم شايفين وطبعا كونفدرالية يعني كأكيد لو كنت التحكيم او الفار كان منح نهضة بركان وحسنية اغادير والنجم الساحلي الناس دي خادت حقها من التحكيم ما كناش هنوصل لبطولة السوبر الافريكي وفي التالي ما بني على بطولة الكونفدرالية اللي فيها 3 اخطاء فبقت كمان البطولة التسعة ده عندنا كمان بطولة كاس مصر 2019 واخطاء في الدور قبل النهائي مع مباراة مصر المقصة لكن احنا كمان قلنا هنخليها الاخطاء دي ركلتين الجزاء اللي كان المفروض يتحسبوا المقصة وتاكميدوا هو المدير الفني المقصة كمان دي اسمناها نص زمالك ونص تحكيم لاننا قلنا وارد جدا ان الزمالك كان ضربات الجزاء تضيع او يتعادل كده عندنا كان بطولة يا فارس 9 بطولات من اصل اخر 10 بطولات لو كان الفور موجود كان مصاري البطولات اختلف تماما عايزين نقولها بس بالنسبة لما هو الاول لا لازم بالنسبة لما هو الاول 90% 9 من 10 لا لازم اجد او انا عايزة اقولها دي انا مستني الهاتري 90% من بطولات الزمالك على المعيار العشوائي اللي احنا اخذناها في اخر 10 بطولات كان فيه مساهمات تحكمية عندنا حاجة مهمة جدا سؤال بقى الحلقة نتحدى فريق في العالم من اخر اصل 10 بطولات فيه 9 بطولات كانت الاخطاء التحكمية قدت ليهم اللي يجيب لنا اي فريق تاني على المستوى العالم طيب اقول لك العشرة كمان ايه العشرة يا السوبر المصري كانت بترغيب ركلات الجزاء او ركلات الترجيح وبالتالي 90% تحكيم و 10% حظ نشوفكم في حلقات جديدة بنعتذر لو صهرناكم سلام